السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمغفرة لكل شهداء وعقل الشفاء لكل جرحاء نصر الله ينصر قوة الشاول وصلها واشفي كل مرضى وأودا حميدا لكل مقودين سالمين إلى أهلهم الله ماحفظ السودان والسودانيين وأنصر قوة الشاول وصلها أجلنا لكم فيديو جديد مع راكس سياسين كلام جميل الموقف العملياتي كده عرحكم ندري فيديو أول تنبغد نقيم معكم لو تشاهدنا أول مرة ما تنسى أنه تطعونا من الاشتراك في الخارج عمليات وقيروا بعد جيتوا داخلين جبل أولية بالطريقة القربي وماشين بكر عينكم مسترجلين وما لاقتكم أي مقاومة من القوات المسلحة أنتم مفروض تطير لأنكم بجم لأنكم ما بتفهموا لأنكم خلق قارين يعني ناس ما دارسين عسكة ما عارفين حاجة أنتم ناس طير يعني الليلة مقدرات عدوك أنت ما عارفة زولا سحب ليك من الجبل أنت ما دردت طيقة في الجبل ما مسكت أسرة في الجبل ما كتلت ناس في الجبل جيت دخلت بمزاج ودخلت بكل حرية يا أخي أنت أفهم أن الناس ذلك عملي خطة محكمة الليلة عملي لون أربعة كمين على مستوى شرق النيل والأربعة كمين كانت الاستخبارات العسكرية عرفاها هم ذلك طبعا الناس بجم بيفتكروا أنه الكمين العملوه من الضعين باتجاه بابا نوسى بالطريق بيفتكروا أنه الجيش ما كان عارفه الجيش عارفه الكمين لكن الجيش ذاته ذا الكمين كنت ذاته نحن كايسين للتجمعات حقتكم بعد تجي تتعمل كمين محكم في شرق النيل أو في العلفون أو تعمل كمين على مستوى جبل أولياء كجنجوداوي زول طير بجم ما تفتكر نفسك أنه إحنا كلمناكم وقلنا لكم يا أخي دخلت أسلحة حديثة ودخلت أسلحة جديدة ودخلوا ناس نوعيين ودخلوا ناس بيفهموا في الكاميرات وبيفهموا في الإحداثيات وبيفهموا في الأجهزة بتاعت التحسس وعارفينكم انتم موجودين وين والخرطوم دي ضيقة جدا الخرطوم ديتوا لو قعدتوا تحت الأرض نحن منعرف مكانكم وين بالتحديد الناس اللي بتكاتلوا في ديال ما تفتكرون ديال فرغة بتاعين خلاء ولا تفتكروا الجيش الجيش السوداني داري استنزفك انتك أحمر الجيش السوداني دا الآن شقال بخطة محكمة ما دارين قد يعملوا حاجة تجرم الجيش السوداني ولا تجرم الشعب السوداني ولا تجرم الناس بيخلوك بجم يا المفاهم حاجة تجي تكعد في كمين بيخلوك انه تدخل الالالкую الليلة لو الجيش السوداني من سحب من الطعين كان انا بتقل��릴게요 ضد الجيش السوداني انا يا سين دا شخصيا كان ب Reedhan يسinterest كنت منتظر انه يقولوا لي يا touch الجيش السوداني اله في الطعين بلى ناس الطعين وبل الجنجويض وبلى غيره كان بقيف ضد الجيش السوداني نفسه كان بقول الجيش السوداني خطة العملة دي خطة ما سليمة يعني الليلة ان احنا معقل الدعم السريع ده معروف في الدعين ومعقل الدعم السريع ده معروف محلاتهم اللي هو في كاس ومعروف معقلهم في برام ده معقل الدعم السريع نفسه لو الليلة ان احنا دقينا نازل طيران داخل الدعين وخليناهم انه ما دخلوا الفرقة عشرين الدعين وقمنا بدناهم داخل الدعين حيقوموا يأولوها ويقولوا معاهم ناس قوة الحرية التقيير الهوانات من ناس حنانة من نخرة وناس الزولة المجنم الاسم ياسر العرمان حيقولوا الناس ديلة بادوا ناس الدعين بتطهير عرقي لانهم بتكلموا عن العرقية وبتكلموا عن التطهير العرقي وبتكلموا عن انهم متهدين بالتحديد ناس الدعم السريع عشان كده خلينا لهم الدعين دخلوها الدعين دا احنا حنحاربهم بالحركات المسلحة نفسها حنحاربهم بأبناء دارفور نفسهم حنحاربهم بأولادهم يعني الليلة أهلنا في حركات الكفاح المسلح والجيش السوداني القوة المشتركة وأخواننا مصطفى تنبور وليس مصطفى تنبور كلهم الآن اكتملت كل الترتيبات كل الترتيبات الآن اكتملت بإذن الله سبحانه وتعالى عشان على الأقل الليلة الجيش البقاتل في الضعين يكون جزء من العملية السياسية ويكون جزء من الناس اللي كانوا قالوا أننا محايدين لأننا دي بلدهم ودي لأهلهم حيكات لهم نفسهم الليلة موقفنا العمليات ده أكتر يوم الحمد لله رب العالمين مشرف أكتر يوم مشرف الليلة وأكتر يوم الليلة تم تشوئ بصورة بكميات أول حاجة تماما على مستوى السوق المركزي والنفق بتاع السوق المركزي المحل ده كان محل بتاع حشيش وكان محل بتاع تجارة بتاع المخدرات نعم كان محل تجارة المخدرات وكان محل بتاع عرقي ووزكي وكلام فارق وتجارة علنية وبيفتكروا نفسهم انه في مأمن تماما في المحل بتاع التسوق المركزي الحمد لله رب العالمين تمت ابادتهم تماما في المنطقة دي وتمت ابادتهم الليلة في العلفون اربع كمائن هم عملوها ماتوا فيها الليلة طبعا تم ردمهم على مستوى الابيض الناس الهجان امريش وكتل فون اعداد كبيرة جدا وتم اعتقال عدد كبير جدا منهم والان اعدادهم كبيرة جدا على مستوى المستشويات كلها مليئة بالجنجويد بذن الله سبحانه وتعالى انا ابشر الشعب السوداني واطمن الشعب السوداني ان قواتكم المسلحة شقالا واخوانكم على مستوى العمليات شقالين واخوانكم على مستوى العمل الخاص شقالين والليلة انكن اكتر من عشر احوال 15 ارتكاز تم بلهم تماما الحمد لله رب العالمين الشتان الدار تكلم عنه اخونا البرهان ليك التحية واخونا الاخوان في مجلس السيادة ليكم التحية تم بل الوالي الهوانة الجنجويداوي بتاع الجزيرة وتم بللوال الهوانة كان متعاطف مع برشا في غرب كردوفان وتم بللوال الهوان والاستمالية وإحنا كنا متوقعين أن يبللين كل الولابة عند الدعم السريع العينهم حميدتي وعينهم حمدوك مفتكرين أنه سيعفون كلهم لكن أنا أقول لهم كلكم الدور جايكم بإذن الله سبحانه وتعالى وتم عفاء عدد كبير جدا من الوزراء وتم تكلف عدد من الوزراء والحمد لله رب العالمين أهلنا في الجزيرة طبعا ما دار سمي النقاط لكن تقدمت القوات المسلحة بجميع أسلحتها نحو نقطة محددة الكلام ده في شرق النيل النقطة S بالتحديد عملها S كان الهدف من هذا التقدم هو يعني دارين نوهم العدو يهام الماليسيات أن الجيس يقوم باختحام المنطقة U قلت لها كروس المنطقة U يعني نحن كنا دارين تقدمنا المنطقة X وديناهم معلومات عبر المصادر داخل الدعم السريع نفسهم إنه نحن هناجب على المنطقة U الماليسيات بعد ذلك علمت بواسط مصادرها طبعا من الجيش برضو عندهم عندهم مصادر في الجيش وعندهم خوانة وعندهم ناس من دستين داخل الجيش علمه تماما إنه الجيش ده بيقوم باختحام المنطقة U نحضرين نقتحم المنطقة S لكن X أدينا هنا المنطقة U قلنا خلاص دارين نقتحمه طيب قال لكنها لم تحرك ساكنة حتى تقدم الجيش شو علا نحو النقطة X طبعا هم ما جاء بي خبر قاعدين لابدين أن نحن قدمنا للنقطة ثانية عندها شعرة الماليسيات بل خطر وعرفوا إنهم وقعوا هم في كمين بدل هم اعملوا كمين للقوات المسلحة هم شعروا بل خطر إنه فعلا هم وقعوا في كمين كمان مش كمين واحد في عدة كمين للقوات المسلحة ونجحت الخطة تحت الجيش تماما الحمد لله رب العالمين ووصل الجيش طبعا بعد ما أوهم الماليسيات بأنه تقدم للهجوم والانغطات والحمد لله رب العالمين تم أكثر من 522 فطيس الحمد لله رب العالمين بدل هم عاملين الكمين نحن عملنا الكمين نحن كنا دارين نتقدم عليهم وكنا دارين نمشي لمنطقة محددة الجيش الحمد لله رب العالمين وههم عبر الاستخبارات ونجحت خطة الجيش بصورة كبيرة جدا الحمد لله رب العالمين ووصل لمبتغاو طيب بعد وصلت المعلومات المؤكدة بمكان وعدد الكمائن التي نصبتها الماليسيات وعدد العربات القتالية على طول الخط بينهم ضون بان والعيلفون بفضل الاستخبارات القوية التي أصبح الجيش يعتمد عليها بشكل أساسي طبعا قواتنا المسلحة تعتمد على الاستخبارات لأن الاستخبارات ده الشغل الأساسي تعال قواتنا المسلحة والحمد لله رب العالمين تحقق لنا نجاحات ملحوظة جدا أكثر من يعني من الزمن الفات كله أكثر من السبعة شورة الفات أكثر يوم الليل الحمد لله رب العالمين حققنا فيه وحققنا فيه انتصارات كبيرة جدا وعبركم أنا هنا بحيي الأخواننا في أفراد الجهاز الأمن الوطني وأفراد الشرطة بتعليل المباحث وشرطة مكافحة المخدرات ودور المواطن ذاته في العملية الدقيقة تمت الليلة داخل الخرطوم الحمد لله رب العالمين أرسل الجيش طائراته في آل واحد وبشكل متزامن وكانت تعليمات بدك هذه الكمائن ومسحها من الوجود الحمد لله رب العالمين مسحناهم مسح كامل الكمائن العملوها دي تم دكهم ومسحهم كامل من الوجود الحمد لله رب العالمين ومشه لي الله ومشه لي الدنيا زايل وزايل نعيمك طيب الحمد لله رب العالمين في الضربة دي بالتحديد الليلة تمت على مستوى العلفون وعلى مستوى شرق النيل تم مسحة 40 عربية قتالية بين الوجود تماما 40 عربية ما دايرين مسحناه النهاية تالي ما دايرين قلاس ما دايرين لون غنايم ديل تمت يعني قلاس مسحنا أكتر من 40 عربية دي تم مسحها من الوجود تماما طيب الليلة بعد ما تم تدميرهم تماما على مستوى العلفون وفي شرق النيل المواطنين مش هنحنا مش كمصادر ولا دايرا تكلم ليكم عن إنه معلومات جاتنا من الجيش جاتنا من المواطنين نفسهم بشيلوا فيها بالدفارات دفارات ملانة بالجسس قال لي أعداد الجرحة والمصابين ديال كميات ذاتة ما عندها كميات كبيرة جدا ديل ديل في مستشوم دونبان وعدد من المستشفيات المجاورة الآن مستشوم دونبان عندك أي دكتور هناك دقلة ونزاله والحمد لله رب العالمين قواتنا المسلحة لم تبارح مكانها في النقطة X ما ماشينا النقطة X دي ما تحرقنا منها قاعدين فيها وطبعا يعني ما معروف هدفنا الغادم ما من كدن بالناس الهدف القادم شو نحن عشان ما شليو دا ما من نكلم بأي يزول بإذن الله سبحانه وتعالى طيب الآن حاليا القلق والتوتر وسط الماليسيات بيقى ظاهر من خلال تحركاتهم يعني خلاص بيقوا 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 بيتحركوا بهستيريا كاملة بمساقون الجنون يعني يمكن عندهم عدد 34 عربة قتالية متجه نحو مسلس خزان جبل الولياء يعني الكلام دا قبل غليل يعني يمكن بعد العصر مباشرة هم بيفتكروا ان المزألة دي كلها وخايفين ان ال 34 عربية الماشي على الجبل دي ما شين يتحصن هناك دارين يمشي قعدوا في الجبل والآن هم خايفين من القتال التنبلوهم على مستوى شرق النيل وعلى مستوى العيلفون وخايفين ان القوات المسلحة تجي تبيضهم هناك دا الشي الليلة الحمد لله رب العالمين دا تتمى الليلة على مستوى العيلفون وشرق النيل الشغل الليلة التمى دا الشفتوه على مستوى الخرطوم على مستوى شرق النيل والعيلفون الشغل دا جايكون اكتر منه والكلام دا انا بقوله لكم زي ما قال الربيع عبد المنعم المشاطة قال نحن ذهر فور تاني قال الفاشر ما جاينا والفاشر دي قال خليناه ليكم زاته ما دهرناه مش ما دهرناه ما يدتوا استلمتوا عدد من الولايات وقلت دار تستلم السودان كله الفاشر دي نقطة الوحيدة المفروض يدتوا تصلوها قلتها نحن حنصلة ومنصلة بالرجالة ومنجوا بعد داك نهر النيل ونجوا الشمالية ونجوا كنت بتكلم بتقول الكلام دا في لايفاتك يا عبد المنعم يا مشاطة الربيع عبد المنعم الآن والله الربيع عبد المنعم لا يبدلو في حمام والله خايف الآن وقاعد يطلع لايفاته دي من محل غير معلوم للناس وأنا أفتكر أنه الآن أخواننا في القوات المسلحة اشتغلوا بالخطة الأساسية واشتغلوا بالخطة الآن اللي بتبيض الجنجوي الدين من الوجود تماما والليلة طبعا أهلنا في الضعين عرفوا تماما الرزيقات الموجودين على مستوى الضعين وفي الضعين عرفوا أنه العرب بتاع نشتات والجايين من غرب أفريقيا والنيجر ومالي وقيرو دي ما عندهم رحمة حتى للرزيقات نفسهم جايين متسميين باسم الرزيقات لكن بدوا ينهبوا في السوق وبدوا يقتلوا في بعضهم والآن اشتباكات بين الدعم السريع بتاع نضعين الناس الأساسيين والرسميين في الدعم السريع وبين العرب بتاع نشتات القاعدين ينهبوا ويسرقوا في أموال المواطنين داخل الضعين نفسها شقالين اشتباكات بيناتهم يعني الناس دي ما عندهم أصلا ما عندهم حاجة بتحكمهم ما في قانون بيحكمهم ما في نظم بتحكمهم ناس جايين من دول تانية جايين ينهبوا يسرقوا يقتلوا يخلقوا فوضى في السودان ما عندهم علاقة بقبيلة محددة يتعب عليهم ما تعب عليهم جهة يعني والحاجة المؤسبة جدا الناظر بتاع الرزيقات بعد ما بعد الجيش السوداني والجيش السوداني تحرك من الخلالة واضعين مرة واحدة وجبها ابا نوسا الناظر هو العمل الكمين بتاع الدعم السريع لأهنى الأخواننا في القوات المسلحة والحمد لله رب العالمين قبل أخواننا في القوات المسلحة ما يقع في الكمين جاتنا المعلومات من الاستخبارات وجاتنا المعلومات من هيئة العمليات إنه الناس دي العمل ليكم كمين في اتجاه بابا نوسا في المنطقة الفلانية والحمد لله رب العالمين دوقوهم فيه الويل والعذاب ماتوا فيه كمية كبيرة جدا من هؤلاء المتمردين الخوانة في الكمين العملوه كان الأخواننا في القوات المسلحة لقد تحييه صحيحاً جميل جداً المدينة الرئيقية والسوق المركزي مهلا جداً جداً جميعاً جنجويدك لكن الحمد لله نازل تتحرر وبالضع منطقة جنوب الحزام تتحرر جداً وكله تتحرر فلتمنى أن تتحرر أي ارتكاس جنجويد لتتجاقم ونازل تشتغل استخبارات وتساعد الجيش دل نازل لازم انتهوا ما تجاملوا النهاية خمس مئة وخمس مئة وخمس مئة وكله نازل لازم يتجاقموا ومواتي لازم يشتغل استخبارات بشكل تلقائي ولازم يفتحوا غنوات الاتصال انه نازل يبلغوا يقول الناس ما تخاف موالماتكم ما هتينتشر لأنه في نازل بخافه كل ارتكاسات لازم يتجاقم فالحاسم في دارفور لازم يكون دور كبير من حركات المصلاة لأنه نازل بار في طريق قتال حقا جنجويد ديل فكله دور ان شاء الله في حاسم ومارك في دارفور لأنهم نازل انتم تار قديم ولازم يتفعوا فإن شاء الله القيادة تكون حريصة وما تورد حركاتنا في تارفور لازم تودين تدخل في الماركة والدام ما يجي ونازل زخيرتو منتهي حرب تجود فإن شاء الله نازل حريبا فإن شاء الله نازل حريبا شاء الله